ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أشتركي ما بعرف ما بعرف إيش بدأ أقول لأنه إيشي ما مرش لعلي قبل هيك والله يبقل له أنه يجير باله على دروسه ويدرس وينضب الطب بالبيت ما يضيعش وقت لكي نشوف مستقبله أحكي لها كل إشي اللي عملته أنا أرجع يعمليه من أول وجديد ما تتندمي على إيشي نعمل اللي بدي أنصحه إياه أنه يضل واقعي يكون إنسان واقع هذا اللي بصير حولي بقوله استمر زي ما قلت لأنه الحمد لله الأمور مشيت مشيت صحية طريقة الأخرى واختر في بالي أنه كان بحب أضل في وطني في بلدتي حيفا وأكمل دراسي هناك إذا كنت ماشي بالشارع وشفت حالي وأنا صغير عمر 12 رح أحكي له بدي أقول له أصبر على الوضع اللي أنت فيه الله إن شاء الله بيغير ويبدل وإلا الله يعودك بصدرك وهذا الحمد لله الله عوضني بصدرك رح أحكي له الضيئة شوقت أظن بتهيالي بيكون بشوفه بوضع سعادة ومبساط وإنه تهم لأنه كانت الدنيا حلوة فلذلك أنا ما بنتندم على الشي مهما كان سيء مهما كان تجربة سيئة مهما كان الناس اللي تعرفنا عليهم تعلمونا أو خلنا نقول شفنا منهم أشياء سلبية بس بالنتيجة كله بتحول لأشي إيجابي في حياتنا معنى أنه كان زوجي دال طيب أباقتي لعمر وأضل أنوية تو صعي بأغصي هواس خلص يعني بأغصي هدير بالك على حالك وخلص اشتركوا في القناة ويلا كنا مع بعض تكونيش حساسة زيادة عنا لزوم اشتركوا في القناة